بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كافة المتابعين الأخوة والأخوات الكرام حياكم الله دمتم في خير حديثنا اليوم في هذا الفيديو هو عن حجر الفيروز ولنبدأ يعد حجر الفيروز أقدم الأحجار شبه الكريمة التي عرفت في تاريخ البشرية على الإطلاق حيث استخدمه الملوك في تزيين تيجانهم الملكية وملابسهم وحتى في تمييز أدواتهم التي اعتادوا استخدامها في حياتهم اليومية مثل القدماء المصريين الفراعنة بينما وفي ذلك الوقت كان من المعتاد أن يستخدم الكهنة حجر الفيروز في إعداد طقوصهم أو لإضافته إلى رموزهم مقدسة لاعتقادهم في قدراته واتصاله بقوى عليا أو لنفس الغرض الذي استخدمه الملوك له وهو التزيين أو التمييز عن العامة والمجوارات أو التعويذ وما شابه ذلك أيضا استخدمه المحاربون في كل الحضارات تقريبا في إضفاء شكل مميز على سيوفهم ودروعهم خاصة الفرسان والمحاربين المخضرمين أي فرسان النخبة حيث أنه في العديد من الثقافات في الحضارات التاريخية القديمة يعتبر حجر الفيروز رمز للحماية والقوة ناعم الملمس كما اعتقد في قدرته على شفاء العيون حيث أنه يشعر الفرد بالراحة عند النظر إليه كما وأنه قد نحت في السماء ومن ثم تسلل إلى الأرض وهكذا معتقدات لكن هذا أسبابه أو أكسبه شهرة كبيرة يتميز الحجر بدرجة فريدة جدا من اللون الأزرق والذي في العادة ما يكون مزيجا من اللون الأزرق والأخضر الشيء الذي يفسر سبب اكتسابه للمسمى الخاص به ألا وهو حجر الفيروز مع ملاحظة أن الفيروز باللغة الإنجليزية يعد اسم تلك الدرجة من الألوان تركواز الزرقشة الموجودة على الحجر أي التي تشبه الخطوط يغلب عليها اللون البني أو الذهبي والتي تعمل على تعزيز طابع الحجر وإكسابه شكل جمالي خاص مسمى الفيروز بالإنجليزية والذي يطلق عليه تركواز يرجع أصله إلى الفرنسية وهو يعني حجر تركي لأن الطرق التجارية التي كان يشحن فيها الحجر إلى أوروبا تتصل بمناجم في وسط قارة آسيا والتي كانت تمر بدورة تركيا بجانب أنه كان من الشائع يشتري التجار الحجر من الأسواق التركية وأما عن خصائص الفيروز اسم الحجر حجر الفيروز إن إنجليش في الإنجليزية التركواز أو تركواز النوعية شبه كريم التركيب يتركب من فوسفات نحاس الألومونيوم المائي التصنيف الكيميائي مجموعة الفوسفات المعدنية درجة الصلاة تبدأ من 5 درجات إلى 6 بمقياس موس الكثافة النوعية يبدأ من 2.6 حتى 2.9 متغير بسبب طبيعة المصفوف المسامية أي المكونات الأخرى المدمجة عليه مثل الخطوط أو الأشكال الأخرى عليه التكوين الكريستالي 3 الميل الإنكسار محاري نوعية الصخر رسوبي متحول البريق شمعي إلى شمع باهت الشفافية معتم الألوان أزرق أزرق سمائي فاتح أزرق مائل للإخضرار أخضر فاتح تعددية الألوان منخفضة الإنحلال ينحل الحجر في حمض الهيدروكلوريك الساخن الإنصهار ينصهر في حمض الهيدروكلوريك لألاف السنين حجر الفيروز استخدم في كافة الحضارات والثقافات حيث مثل الحكمة والنبل والخلود بين القدماء المصريين والفرس والصينيين وحضارة الإنكا في أمريكا الجنوبية والسكان الأصليين في أمريكا الشمالية وفي شرق آسيا حيث كان الحجر مقدس لإعتقاد البعض في خواصه لإكتساب القوة والحظ والحماية وأما عن أماكن استخراج الفيروز الرئيسية مصر الفيروز السيناوي أجمل وأرقى أنواع الفيروز إيران الفيروز النشابوري من منطقة نشابور في إيران الصين تشيلي الولايات المتحدة الأمريكية نيفادا يوتا بحيرة الملح أريزونا المكسيك اللون الأكثر قيمة في الفيروز هو اللون الأزرق الداكن والأزرق الصافي السماوي وثم التفاحي أو ما يطلقون عليه الرضوي المائل الأخضرار ومع ذلك يفضل الكثير يعني يفضل الكثير من العمالة أو الناس اللون الأزرق المخضر كما يفضل المصممين والفنانيين الفيروز الأخضر بالأخص كلما زاد وضوح اللون وعدم تدرجه أو تداخله مع لون آخر مثل الأخضر أو الأزرق كلما ارتفعت قيمة الحجر بينما الأحجار ذات الألوان الباهتة تكون قيمتها أقل والفيروز هو حجر معتم كما يتواجد أحجار شبه شفافة منه وعدم يكون أزرق فاتح إلى متوسط أو أزرق مخضر عادة يحتوي على عروق من الصخور المحيطة به تتخلله وتطفي عليها أنماط وأشكال قد تتشابه مع كلمات أو أشكال مألوفة إذا كان الحجر يتخلله شوائب وعروق ليس لها شكل مألوف تنخفض قيمة الحجر بينما إذا كان يحتوي على أشكال مألوفة يرتفع سعره كذلك فإن الفيروز الخالي من العروق ترتفع قيمته على نحو ملحوظ عادة يتم تصميم الفيروز على شكل كبشون حيث يبرس شكل القبة في القطعة ويظهر لون الفيروز ومنمسهه على نحو جميل بالإضافة إلى ذلك يقوم المصنعون والحرفيون والذين يسقلون الأحجار بتصميم الفيروز الخام في خرز القلائد والسبح تؤثر طريقة القطع وحجم الحجر والسقل ومهارة العامل على قيمة مجوهرات الفيروز يتوفر الفيروز في مجموعة واسعة جدا من الأحجام إلى أن أحجار الفيروز كبيرة الحجم نادرة كلما ارتفع وزن الفيروز بالقيرات كلما ارتفعت قيمته بالمقابل عادة يستخدم الناس الفيروز الخام كبير الحجم في صناعة التماثيل والمنحوتات وفي أحيان كثير يتم الاحتفاظ به في هيئة الخام ويتم استخدامه في الديكور أو تقطيعه في درجة سقل أو حجم أو شكل أكثر تاريخ حجر الفيروز تم اكتشاف أخراز أو خرز من حجر الفيروز في العراق تم تحليلها بالكربون المشاعلي يتم إعطاء تاريخ تقديري لها والذي أظهر أنها ترجع إلى أكثر من 5000 عام قبل الميلاد أي 7000 عام بينما كان الفراعل في سيناء يقومون باستخراجه من جبال سيناء في 3200 عام قبل الميلاد ويرجع قناعة توت عنخ آمون إلى 5000 عام قبل الميلاد الذي تم تزيينه بحجر الفيروز بشكل رائع وهندسي ولا شك أيضا أنه استخدم في تزيين الأدوات المشابهة في ذلك العصر مثل الأقنعة التي ترمز الآلهة بينما في حضارات أمريكا الجنوبية استخدم في الجماجم المطعامة بالأحجار الكاملية والدروع والتمثيل لقرابة الألف عام قام السكان الأصليين لأمريكا الجنوبية بتعدين وتهيئة أحجار الفيروز لاستخدامها في حراسة أماكن دفن الموت لديهم ليتم اكتشاف تلك الجواهر لاحقا في الأرجنتين والمكسيك بينما وبالنسبة لكهنة الهنود فقد كانوا يستعملونه أيضا في المواسم والأعياد المقدسة حيث اعتقد الكثير منهم أنه حجر كوني يسمح لعقولهم أن تتحد مع الكون عند ارتدائه ومعلومات هامة يعد حجر الفيروز من الأحجار شبه الكريمة سهلة الخدش والتأثر بالاحتكاء لذلك ينصح بإضافة مادة شمعية أو صمغية على سطحه للحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة حيث أن صلادته على مقياس موست تراوح بين 5 إلى 6 درجات يعد من الأحجار من خفضة الثمن يتكون حجر التركواز الفيروز من اتحاد عنصرين فوسفات الألمونيوم والنحاس إلى جانب الحديد وبعض العناصر الأخرى بنسب قليلة لمئات السنين اعتقد أن حجر الفيروز يحوي القوة التي تحمي الفرسان من الأصابة الناتجة عن السقوط عن السقوط يعني عن السقوط مثلا عن الخيلة وما إلى شابه ذلك حيث تم استخدام في البداية الفيروز من قبل الجنود الأتراك لزخرفت دروعهم ليصبح لاحقا رمز للوقاية من السقوط بأنواعه في ذلك الوقت عرف حجر الفيروز بتأثره بالحالة النفسية لمن يرتديه حيث يبهت عندما يكون حمله مريض أو حزين حتى يفقد لونه بالكامل عندما يتوفى حمله ومن ثم يستعيد لونه مرة أخرى عندما يستحوذ عليه الشخص آخر إحدى أغرب استخدامات الفيروز اعتقاد العديد من الأفراد قديما ومن الناس أن من يرتديه لن يكون بحاجة للحصول على صديق حيث يعد بمثابة صديقه ملازم جيد وفي دول شرق آسيا يعتقدون أيضا في قدرة الحجر على حماية مرتديه من جميع أنواع الشر بينما تشير إحدى الأقوال أنه عندما يهدى إليك من قبل شخص عزيز إلى قلبك فهو يوفر السعادة بالحظ السعيد على أي حال تستفيد من هذه الخاصية كما أشير في المقولة إلى أن إذا قدم لك شخص صديق هذا الحجر يشتهر أيضا بقدرته على أن يجعل الفرد يفكر بشكل أفضل وأن يحصل على بصيرة واضحة هكذا يقولونهم وهذه بعض يعني لن نسميها خزعبالات ولكن لكل ديانة وكل حضارة إيمانها الخاص والعقل والمنطق يقول أنه مجرد حجر جميل من خلق الله عز وجل حجر الفيروز يتميز بقيمته كحجر كريم يستخدم فيه الزخرفة والذي يفترض أنه يرمز إلى قوة الرجل حيث أن طبيب بلاط الإمبراطور ردولف الثاني كتب في عام 1609 أن حجر الفيروز كان يتم تقديره كثيرا من قبل الرجال حيث كان لا يكون متزين بالشكل الأمثل إلا إذا كان يرتدي شيئا مطعما به اليوم يعرف أن حجر الفيروز مقوي وللحظ والجيد والنجاح والطموح والإبداع كما يروجون له ويقولون داخل بيئة العمل يمثل حجر الفيروز القيادة وهو يساعد على الصفر والتنقل المنتظم المرتبط بالعمل بجانب دوره في تجاوز الاستثمارات غير جيدة في العادة يعتبر المناسب الأحد كبير لمن يعمل في وظيفة مرتبطة بالقانون وفي الحكومة بينما ينصح به وبشكل خاص للمحاسبين وتقنيين الحاسب لقدرة على استخاء العقل والقضاء على الشعور بالضغط بينما أيضا بالنسبة لمن يعمل في مجال الراديو أو التنفاذ يساعد على القضاء على التوتر نحن يعني البعض لا يؤمن بهذه الأمور والبعض يؤمن بها وهذا شأن كل شخص تحياتي لكم جميعا لا تستخدم منظف مجوهرات كيميائي لأنه سيلحق الضرر بسطح الحجر بالنسبة لفيروز نظف قطع الفيروز دائما بالماء الدافئ وقطعة قماش ناعمة تحياتي لكم جميعا دمتم بخير تحياتي لكم بارك الله فيكم ورزقكم الله كل خير في حلقة أخرى إلى اللقاء إن شاء الله السلام عليكم